هو حزب الله فين صحيح النهاردة اليوم كام يا ابن وعشرين النهاردة كام النهاردة يوم سارعة النهاردة تسعة وعشرين صح يعني كام عشرين تلتة وعشرين يوم مش كده قال ليه فين حزب الله اللي عنده مية وخمسين الف صاروخ وصاروخ دي وصل سبعمائة مدى سبعمائة كيلو فين هم هو احنا عايزين يخش معاذ الله والله ده احنا مرعوبين ان شقة الصراع تزداد وده التسعة لكن احنا بنسأل اين حزب الله ان بتكلم دلوقتي كاعلام وكمنطق اين حزب الله مش حزب الله بجاهز نفسه للخلاص من اسرائيل والتخلص من اسرائيل واسرائيل فين يا عام شوية بومبو شات صواريخ كده بتطلع على كذا بس يبدو ان هناك توجيهات وتعليمات صاريح من الحزب الله انه ما يتحركش مين اللي بدي تعليمات ايران لكن يبدو ان حزب الله الفين تلاتة وعشرين غير حزب الله الفين وستة يبدو يبدو ان حزب الله لم يعد حزب الله والقواعد لم تعد القواعد والعقيدة لم تعد العقيدة يبدو انا ضمني قراءتي البسيطة من على السطح انه ان حزب الله يبدو ان هناك ازمة هناك مشكلة والدليل انه عاجز عن التحرك بقول لك لو اكتاح تبريد اكتاح تبريد يا عم انت في سبعة تلاف تبنت تلاف شهيد انت منتظرك كم لو انت يعني عندك الفكرة بتاعة تحرير القدس والجهاد والمضال والمقاومة 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 زيقنا كلام زيقنا صدعونا زي الاخوان كل محلاتهم الاقصى لو واحد عمل محل اه زبادي يكتب بالاقصى واحد عمل يقول لك القدس الامانة اللي مش عافي ايه ايه اللي جماعة صرايا القدس والجماعة مش عارف مين التاني الكزا وهتلاقي كلمة القدس والاقصى في كل شي هتجد انه هن السباع اللي في لندن يقول لك العازي حرار القدس وهربان في لندن هتجد انه محمد الجولاني في سوريا يقول لك القدس هتجد الراجل الظواهري يقول لك القدس هتجد كان مش عارف مين لك القدس كله بوكو حرام في الكاميرو في ناجيري عايزين حرار القدس الاخوان ومحمود حسين في تركيا والراجل مش عارف مين في لندن والجماعة بتوعي الاخوان اللي شغالين ليل ونهاء كله عايزة حرار القدس وداعش عايزة حرار القدس السؤال البسيط اللي محدش بيعايز يسأله هم فين من القدس ما هو هم فين يا جماعة الناس دي كانت هم شغالين مشروعهم ان احنا عايزين غير انظمتنا العربية ليه يا عم يولك عشان ام خانوا القدس وخانكم القداة الفلسطينية احنا بقى عايزين ننخلص منهم عشان نروح هم好 في تركيا بيعمل ايه? والاخ معتز مطر اللي قاعد يقول لك الجهاد الجهاد. انت عارف في تركيا بتتسلى هناك. وبتتفسح لبسل شرطة على خليج الدسفور. وجايت قولي الجهاد. بتحقق على الناس? انا باسأل. الودة قسامة جويش قاعد في لندن. فالرجو عليه قاعد في الجناين ومروق وبيلف وبيعمل. وبيتكلم على القدس والقدس الاسير والقدس والاهل غزة. والاطفال والدماء وايب كده ويعمل لايف ومش عارف ايه. ما تطلع كده ورينها شطرتك. خليك راجل لمرة في حياتك واطلع على غزة. روح يا عم اطلع على غزة. احمد عبدالعزيز. الاحمق. احمق عبدالك المستشار محمد مرسي. عمل يكلم والابطال. الابطال فيه. اطلع. انت عابب تعمل ايه في تركيا? عابب تعمل ايه عندك هناك? انا بس باقولك يا جماعة الظاهر الصوتية فضحتها الازمة. فضحتها الازمة. رغم انه هي سياسية وحرب وغيره. والتانين بيحاولوا يدينوها. بيحاولوا يحط على طبيع ديني. الا ان دول قاعدين في الخط. مش موجودين. حزب الله في انت. انا ظن ان فيه مشكلة. زي ما التانين منافقين. التانين دول خلص يعني ملهمش في القصة. كلمة الجهاد وكلمة النضال وكلمة الكفاح وكلمة المقامة. استهلاك سياسي. ملاش على ارض الواقع. على الاطلاق. الله يرحمه الرئيس مبارك زي ما نقلو يا عم انت عايز اطلع اروح يا عم انا انا احوشتك. ما انا فتح لك الطريق اروح. فاكرين طبعا هزا الكلام. هو بس يحطيلي الحطة الفلسطينية ويطلع يخطف في الناس. نموت ونموت من اجل القدس وكلنا ضعب كزا والقدس وفي الاخر مفيش. خلاص. يعني ما يخرج من افواههم يعني يختلف عما في صدورهم وما تخفي صدورهم اكبر. عموما اخشى ان يمتد السراع ليشمل اراضي عربية جديدة. خاصة انا خايف على سوريا. انا خايف على سوريا. خايف ان تتحول سوريا الارض السورية الى مصرح العمليات القادمة. سوريا فيها قوات روسية. فيها قوات امريكية. فيها قوات تركيا في الشمال. فيها قوات سوريا الديمقراطية الاكراض في الشمال فيها قوات الحزب الله فيها كل التشكيلات الموجودة قواعد عسكرية فيها ميليشيات سوريا فيها مشكلة كبيرة وفيها كمان الجولان اللي اسرائيل محتلاها يمكن ان تطلق اسرائيل يعني عمليات من مرتفعات الجولان تشتعل كل هذا لانه هيبقى معركة هيبقى ارض ملعب جديدة انا اخشى انا اشعر ان هناك خطر على الارض السورية اشعر بذلك ربما لبنان بتحيد نفسها من كلا الحزب الله اللي هو بيقدم رجله اخر رجل لكن فكرة التساع دقلت الصراع انا خايف والرئيسي مبارح حزر واحنا بنقول نمنع وبنحاول وبنجري لكن مجريات الامور على الارض لازم نحط كل السيناريوهات نحط السيناريو الاسوأ يعني لا قدر الله هنعمل ايه الوطن بيشتعل لانه هيبقى فيه اكتر من طرف سوريا مش سوريا بس سوريا بقولك قاعدة امريكية في الشمال سوريا في دير الزور تقريبا في قاعدة روسية هناك طبعا في اكتر شفناها في مطر حمين حنبين او يعني فيه هناك في قاعدة طبعا روسية روسيا موجودة بكترة في موجودة في سوريا والجماعة بتوع الامريكان موجودين وجماعة بتوع الاقراض موجودين والجماعة بتوع حزب الله موجودين والجماعة بتوع اسرائيل موجودين في جولان فبالتالي أرض فيه هناك يعني تنوع من القوات الموجودة على الأرض فيه هناك بلاوي موجودة لو رسولة ضربت هتلاقي فيه عملية يعني أدعو أن لا يحدث أدعو الله أن لا يحدث وأدعو الله أن يسلم وأدعو الله أن تنجح الجهود المخلصة في هذا الاتفاق